من حوالي الخمسطاشر سنة لم أقوم بشيء تاني وسابقاً كان عندي بشكل متقطع يعني مش دايم يعني كاحتراف بس مش بشكل دايم من وقت لوقت طيب قلينا نحكي عن المعرض اللي افتتحته بجامعة هايجازيان أمتي مبلش وشو ضمن لوحات وكيف كان الإقبال على هذا المعرض عدارة جامعة هايجازيان حكى معي من من سنة الالفان وثلاثة للنظم معرض بمناسبة يوبيل الخمسين بالالفان وخمسة هلأ وافتتح المعرض بأربعة عشر أيار يوم ثبت بيخلص اليوم نعم الأسف يعني اللي بيحب يشوف اليوم إذا حاب يشوف بيقدر يلحق نعم لأي ساعة بيستمر المعرض من أي ساعة لأي ساعة اليوم من العشرة للوحدة من الثلاثة لسبعة أو لثمانة اليوم رحنا بقى لثمانة يوم في الوقت تمديد إضافة اليوم في مددين وقت إضافة اليوم فيه منسبة مشان هيك رحنا بقى أكتر بتاع في منسبة الويل الخمسين للجامعة فيه نشاطات عديدة وكان كل يوم فيه نشاط من هيك المعرض أوقات كان عم بيخد عم بيضل أكتر من توقيت والمنظم فيه بيتضمن المعرض لوحات بيطغى علي موضوع اللي أنا نعرفت فيه إنما بيشملوا مواضيع عديدة منها الوجوه اللي أنا كمان معروف فيه المصنين إن كان رجال أو نساء نعم فيه يعني مواضيع عديدة منها البيوت الليبنانية منها فيه كذا موضوع بطريقته الخاصة إنما لبواب وش ببيك أنا ما شفتم محال هي ملك لألنا للبنانيين لازم نحافظ عليها أي موهوب عنده شيء خاص فيه لازم نحن نعتبر أنه هيدا ملك لألنا وكيف كان الإقبال على المعرض؟ أنا بتمنى لكل فنين عنده عطاء من قلبه ينال حقه بالشكل يلا أنا نتحقه بهيدا المعرض أنا دايماً أم بيخد حقوق بحياتي لأنه دايماً فيه عطاء من القلب وهيدا المعرض جداً ناجح بأصعب ظروف بالبنان كتر خير الله كتير يمي خلينا نشوف سوات تيب على الهواء نشوف المعرض كيف ضمن لوحات ومن الرجع من العليق أنا بيك على الموضوع موسيقى 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 المترجم للقناة 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 دائماً الإنسان الفنان الرسام عنده رغبة يحقق شيء طب أنا بدي حقق شيء اللي أنا بريده بدي حقق مش لوحة شفنا اللوحة بحياتنا كتير يمكن ما نقدر نعمل أحسن من غيرنا وما بدي حقق شيء إلا فيي تاقدر أنا أبصن بي تاريخ فن الرسم ومش بس اللبناني إن شاء الله يعني اعتمدت طريقة حتى جسد واقع كما هو أماميك والتقنية اللي شفتها قدامي ما لقيتها بتحقق لي صرت دائماً أبحث على طريقة جديدة حتى جسد واقع لما تكون الشاء اللوحة مثل الصورة ولم تكون اللوحة مثل اللوحة لتكون اللوحة مثل الواقع لتكون متل الواقع أعتمدت الكتير ممكن تكون كمان اللوحة مثلك انت؟ أنا واقع يعني اللوحة انت انا واقع نعم انا جدا واقع الصدق مع الزيت لازم واحد يعبر عنه من خلال عمله الفن الكتر عطاني شي حققه خاصة بالخشب الدبوس عطاني شي حققه اذا في مطارح بدنا نسمك او نرقق يعطينا يعني نقدر نتمكن من وضع البنتور على التوال بشريقة سميكة ويعطيني شي بشبه النحط بس اكيد مش بمثابة النحط بالبرم بالنظر واللمس تشعر انه هيدا حقيقة اللي عم تشوفيه واعتماد التلوين الزيت لانه البعتقد الوحيد يلي فيك تسمك فيه هو تلوين الزيت هل ممكن بيوم الايام نوصل لمرحلة الكتر او الدبوس محفور عليهم اندريكا الفيان او باسم اندريكا الفيان هيدا عمين شغل عليها وهيدا دايما انا بحب اقول وشدد انه هيدا منا ملك خاص لالي هيدا ملك لالنا لالنا نحن هون لازم نحطبس فيها نعم وحلو كتير انه يخلق مواهب بكل الفترة بكل زمن يعني بكل زمن يخلق ناس عندهم شي جديد لالهم ويكون يدخلوا بتاريخهم يعني بتاريخهم هل اذا طلب منك انك تدرس الطلاب داخل المدارس كيفية الرسم بهذه الطريقة انا كنت تعلم بالمدارس ملقيت نفسي مرتاح وقفت وما بحب التعليم وبحب اعلم تميز عندهم عندهم مواهب حتى اقدر اعطيهم التقانية تبيلي يعني لازم واحد يكون اللي يعرف يرسم بس مش هلأ باعتقد بعدين لانه هلأ عندي رسالة ام بقدية طيب بما انه حضرتك عندك محترف خاص كلنا نعرف بجبال هذا المحترف هو دايم مثل ما عندك معرض دايم أيضا بدوباي هذا المحترف الموجود بجبال كيف ممكن التواجد فيه هل تستقبل كيف أنا دائما موجود بالمحترف عندي بجبال قريب على قلعة جبال وبرسم قدام الناس هونيكة والمكان هو بيمرق من كل أنواع الناس ونعرفت من خلال بواب وشبابيك بأنحاء العالم كله هونيك لأنه المكان جدا هو رمز لكل إنسان بالعالم ملتقب بكتير ناس هونيكة نعم يعني للأسف لذي الوقت طبقتنا خلص بسرعة كتير كبيرة هذا للأسف كان مفروض يكون فيه معد لقاءات أكتر معك ومواضيع أكتر بس بدي أسألك بعض سؤال بما أنه نحن موجودين أنت حضرتك تميزت بفن مختلف عن بقية الفنانيين هل هذا كان سبب بسبب أنه اتلاعك على بقية الفنون كان سبب أو لأنه كنت عم تدقل بلوحاتك مشاعرك وأحاسيسك هو اللي خليك تتميز بلوحاتك لا الثاني من الشئ السؤال هك بها الطريقة طيب قبل ما نختم معك أندريك الفينان والرسام أندريك الفينان شو طموحاتك بالنستقبل الطموحات هي كبيرة وما بعتقد أن بهذا الزمن العالمي صعب كتير وإن شاء الله العالمية بحياتنا ومش بعدين لأنه نحن بزمن إمكانية الناس تتصل ببعضها وتنتقل عن بعضها ونتواجد بأمكان أندريك الفينان أنا بدأت شكر لأجودك معنا سمحيلي بشكر بلحظة أنا بدأت شكر إذا أجري معنا لتنظيم هذا المعرض اعتبرت جدا مؤدر عندهم كفنان ودايما الفنان يحتاج لتأدير من هالنوع أكيد تقدرت بأماكن عديدة وبدأ أشكر مؤسستكم ونحن بنحق طموحنا من خلالكم وبدأ إليك مرسي لألك أهلا وسهلا فيك أندريك الفينان ونحن بشرفنا أن نستضيف هيك نوع من الفنانيين نحن باستوديو وخاصة الفنانيين ورسم أندريك الفينان يتميز عن بقية الفنانيين أهلا وسهلا فيك وللأسف يعني برة أني بقل لكيها كنت حبي بعد فوت معك بمواضيع أكتر وغس بمواضيع أكتر أنا ويك بس لدي الوقت رح نفوت الآن بمؤتمر صحفي باعتذر منك أنا أهلا وسهلا فيك ضيف معنا بصباح الورد مرسي لك مشاهدينا لهم بكون خلص لقائي معكم أنا لليوم على أمل إراء التقي فيكم قريبا إذا أراد هلأ بترك الكلمة للإعلام من بعدها ما تنسوا تكونوا معنا مع بقية فقرات صباح الورد خليكم معنا شكرا